اليوم حان الوقت من أجل الحدف النهائي الفصول التي تتعلق بزواج القاصرات داخل قانون الأسرة لأن لا يعقل اليوم في هذا القرن باقي نتكلموا على شي حاجة اسميتها زواج الطفلات باقي نتكلموا على شي حاجة اسميتها زواج بنيتات صغار عندهم يمكن 13 ولا 14 ولا 15 وتل 17 عام هم دائما طفلات حسب اتفاقية حقوق الطفل اليوم تنقولوا كما تقول لكل المؤسسات الدولة اليوم أن حان الوقت من أجل حدف الفصول داخل قانون الأسرة كذلك أن الحدف النهائي لشي حاجة اسميتها زواج القاصرات اللي بغي يتزوج خصو يتزوج في سن كامل أي 18 سنة كاملة للفتيات والفتيان لأن بش نتكلموا على زواج الطفلات نتكلموا على أمراض اللي ممكن تعرض لهذك الطفلات نتكلموا على طلاق مبكير كذلك لهذك الأطفال ديال هذك ذك الزواجات ديال القاصرات أنه ممكن يكونوا أطفال ديال الشوارع يكونوا أطفال في وضعيات صعبة يكونوا أطفال اللي تتعرضوا كذلك الأمراض مزمنة ولا عاهات مستديمة في الأجسد ديالهم كذلك أن هالطفلات كذلك تعيشوا في واحد الوضعية نفسية مزرية اللي ممكن كذلك يتعرضوا لأمراض تناسلية ولا أمراض في الرحيم لأن الطفلة باش نتكلموا على الطفلة نتكلموا على الطفلة اللي بقى مكتاملاتش كيفاش الطفلة بقى مكتاملاتش وحنا نعطيوها الشخص اللي غدي مارس على كل ممارسات يمكن تقدر تكون شادة في بعض الأحيان واللي تيغصبها في حياتها كلها واللي تتبقى عندها آثار سلبية في حياتها كلها وهذا عندنا ملفات ديال هذ النساء اللي تعرضوا لهذ نوع ديال الزواج واللي اليوم تعيشوا الويلات نفسيا وكذلك مع الأطفال ديالهم وفي حياتهم اليومية حكم الاشتغالي يديننا داخل مركز استماع بجمعية تحدي المساوات والمواطنة كيففدوا علينا بشكل مستمر عدة نساء اللي تزوجوا في سن صغيرة وبالتالي كتبين على أن تزوج الطفلات في سن مبكرة كيؤدي بهم لعدة أضرار أضرار جسدية أضرار صحية نفسية كذلك حرمانهم الحقوق ديالهم كحق التعليم كذلك تكون عزل ديالهم على الأسرة على المحيط تكون خطر تعرضهم للعنف الزوجي والعنف الأساري كذلك كتكون الإصابة ديالهم بأمراض جنسية أمراض قاتلة كيكون هناك كذلك خطر ديال وفاة أثناء الولادة دونك مني كنتكلموا على هالظاهرة هي ظاهرة بشعة جدا اللي كتتنخر الطفولة المغربية الحركة النسائية والجمعيات الحقوقية بالمغرب دائما كتتناضل من أجل تجريم تزوج القصيرات وكان من أهم المطالب ديالنا هو حدف المادة 20 و 21 من مدونة الأسرة من أجل أننا نسدوا الباب أمام تزوج القصيرات طبعا الحل تعطلنا بزاف على هاتشي لأننا كان خصنا نفكره سابقا في إجراءات ملموسة من أجل الوقف النهائي لزوج الطفلات لأنه لا يعقل بش بقي مناطق بعيدة بقتت مارس هاد الممارسات لأنها تعتبرت سقالية وتعتبرها عادات وتعتبرها عادة عادية جدا لخصة مارس بش نتكلموا على الحدف النهائي خاص الدولة كذلك أنها تدير إجراءات صارمة صارمة أنها توفر إمكانيات مادية كذلك للأسر الفقيرة لأن هذه الأسر الفقيرة باش نتكلموا معها تقول لك أنها ما عنديش إمكانيات باش نوكل ثلاثة الفوام ولا ربعة إذن خاص الدولة تحمل مسؤوليتها خاصة توفر إمكانيات مادية خاصة توفر كذلك المدارس القريبة للمناطق الوعرة خاصة توفر كذلك الطرقات تكون سهلة من أجل أن هذوك الأطفال يمشيوا للمدارس خاصة توفر وسائل نقل للطفلات باش يقدروا أنهم يولجوا المؤسسة التعليمية خاصة كذلك توفير الإعدادية والتانوية القريبة للمناطق يمكن نعتبر أن كل منطقة اللي فيها واحد العدد السكاني خاصة توفر في هذه المؤسسة التعليمية خاصة كذلك توفير الداخليات لهذه الطفلات خاصة كل مؤسسات الدولة اليوم أنها تتحمل مسؤوليتها من أجل الحدف النهائي والشغال على الحدف النهائي لهذا الفصول وعلى الزواج القاصيرات ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر